في هذا المقام نجد دكتور عبدالهادي الكثير من التيارات الأفكار الاتجاهات أيضا بعض المتخصصين يتحدثون عن أن التصوف يخرج إلى إطار البدعة ويتحدثون عن أن التصوف ينتهك فيه مناهج أو مسالك لا تتصق مع الشريع الإسلامي ويتحدثون عن أن التصوف به كذا وكذا وكذا بل أن البعض خرج بالصوفي أو بالمتصوف من إطار الإسلام إلى غير ذلك فكيف ينظر إلى هذا من المجلس الأعلى للطرق الصوفي يعني خلينا نقول أن في قواعد وصف المجموع بتصرفات الأفراد هو أمر مغلوط وخلينا ناخد المسألة بمفهوم واضح يعني نحن نتحدث عن الإسلام فهب أن هناك شخص يشرب الخم فهل هذا معناه أن الإسلام دين معيب العيب في الشخص الذي اكتكب المخالفة لكن الإسلام بريء من كل المخالفات كذلك إذا قلنا أن التصوف هو طبيق كامل لكتاب الله وسنة المصفة صلى الله عليه وسلم فإذا جاء شخص ببدعة فإن هذا الأمر مغفوط وهو مسؤول عن تلك البدعة ويحاسب عليها ونحن نغفط كل البدعة ونسعى إلى تقويم البدعة وهذا البرنامج أيضا يصحح المفاهيم حتى يتضح الحلال من الحرام دكتور عبدالهادي إذا أولا خذنا في جولة في عالم الطرق الصوفية والمجلس الأهل للطرق الصوفية كم حدد الطرق في مصر مرجعيات هذه الطرق أولويات هذه الطرق على ما تتفق وفيما تختلف من أسس أو من قواعد تجعل هذه طريقة وهذه أخرى إلى هذا العالم أصل التصوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نحن تعلمنا كل القيمة الصوفية من النبي المصفى صلى الله عليه وسلم حتى قبل البحث نحن تعلمنا كل القيمة صلى الله عليه وسلم